من السكر للرز يا قلبي لا تحزن 10 سنين 10 سنين برضو السكر الرز اسفه اسعار خيالية بس الحمدلله ما وصلش زي السكر ما وصلش الالف في المية سبعمية بس سبعمية في المية 2013 الرز الكيلو كان بخمسة جنيه وفاكرين ان الفيديو الواحده ست كده كانت في السوبر ماركت وقابلت ياريتنا كنا جيبنا الفيديو ده وقابلت باسم عودة وقعدت تعصبه وقعدت تقوله وباسم عودة الدكتور باسم عودة وزير التموين في حكومة الدكتور محمد مرسي الحقيقة من افضل من افضل وزراء التموين حقيقة من افضل وزراء التموين ربنا يفك سجنه يا ربي يعني الحقيقة راجل كان محترم واظن ان مثلا مثلا يعني لو الدولة او النظام فكر انه يستفيد من خبرته في التصدي لأزمات كتيرة برضو مصر كانت خارجة بس كان وضعها احسن من كده المشكلة ان الوضع في 2011 و 2012 بعد ثوره وبعد ما الناس نزلت الشوارع وبعد ما غيرنا نظام حكم كان الوضع احسن من كده الوضع الاقتصادي كان احسن من كده بكتير كان في واحده 6 وقفها وزعلانه اوي ان الرز ب 4 جنيه ان اشترت الرز ب4 جنيه ولا ب3 جنيه ونص زاست الزيت هيا اللي كان ب9 جنيه وكان زعلانه اوي 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 النهاردة كل حاجه اضرب في 1000% او 700% زي الرز مثلا الرز كان ب5 جنيه النهاردة الرز ب35 جنيه كان في 2013 مصر بتنتج 5.7 مليون طن النهاردة احنا بننتج قد ايه 3.7 مليون طن استهلاك المحل في 2013 كان 3 مليون طن النهاردة وبعد 10 سنين 4 مليون طن وده طبيعي بسبب زيادة عدد السكان وطبعا يعني فده لازم يأثر في الاستهلاك بس شايف التراجع حصل ازاي وطبعا التراجع ده مش محتاج اقولك انه بسبب سد النهضة حتى ده كمان هحتاجه فيه بقى كمان رئيس شعبة الارز في اتحاد الصناعات الاستاذ رجب شحاتة طلع وبيطالب المصريين عشان نحاول اننا نساعد يعني في حل ازمة الرز ونزول سعره فبيقول للمصريين بس هنقطع الرز لمدة اسبوع اسبوع واحد من غير محشي الرز سعره هينزل بصورة ديرة انه لي حدود انا حدودي ان انا اللي عاوزينه من المضارب اللي الدولة عاوزاها من المضارب او وزارة التموين احنا بنحاول ننفذه وبننفذ منه لحد اسعين دولما يعني خفضوا اسعار بنخفض الاسعار طول ما فيه استطاعة قلله الشراء وقفوا الشراء الشعير شوي عشان الاسعار تنزل بنوقف شعر الشعير شوي عشان الاسعار تنزل. خفضوا الاسعار. ما تكتبوش المضارب بتنفذ التعليمات وبتخفض الاسعار. يا دي المشكلة عندنا احنا كشعب. يعني المشكلة عندنا احنا كتجار اه وشعب. المفروض ان الشعب يساعد الدولة حقيقة زي زي الناس اللي عندها ثقافة. بتقاطع المنتج ده المدة تسبوع. انت عارف يعني ايه? يعني ايه صنظمة يتبعش منه لبداية تسبوع? حيرد واحد يقولك ان احنا هنقاطع السفر و هنقاطع الرز و هنقاطع ايه و هنقاطع ايه. فهو ده الحل القاسع. طيب انا 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 متفقة مع الاستاذ رجب شحاته اللي بيطلب من المواطنيين ان هما يقطعوا الرز لمدة اسبوع. انا انا اطفت مع ده. لان كيلو الرز دلوقتي 35 جنيه وده سعره عالي على المواطنين. طيب مش كان الاستاذ رجب المفروض يقول للناس ايه البديل? ايه هو بقى البديل? يعني الناس هتقعد احنا في مصر بناكل نشويات نشويات كتير ليه بقى عشان حاجه تسد جوع الناس في دول ملناش دعوه بيها وفي وفي ناس في مصر برضو ملناش دعوه بيهم لان دول شريحه صغيره جدا هم بيعتمدوا على الخضار والبروتين والاسماك والفواكه النهيه اللي بتكون نمط حياته لكن الشريحه الكبيره جدا لازم الاكل يبقى فيه رز لازم يبقى فيه مقارونه لازم يبقى فيه عيش عشان الناس تشبع فالناس هتوقف الرز تمام ايه البديل? يعني هل حضرتك مثلا تقدر تقول والبديل كذا ماهو كيلو المقارونه 25 جنيه برضو وكيلو المقارونه قدي كده على القل الرز يعني اهو بيطلع لك كميه انما برضو كيلو المقارونه ماهو ب25 جنيه محلناش حاجه العيش الرغيف بقى بجنيه لو هتشتري رغيف عيش بره بطاقتك التموينيه الرغيف العادي النفس اللي بتاخدوه في التموين بقى بجنيه فلو اسره خمس اشخاص فالواحد هيقوله رغيفين ماهو عايز برضو بخمسين جنيه عيش عايز بخمسة وعشرين جنيه عيش خمسين ده رقم كبير منين برضو? فهو حلو انك تدي حل عشان الحاجه تنزل بس تقول ايه البدايل? لكن تقول اي كلام كده? لا ده مش مش بديل فيه طبعا بدايل دلوقت بقت نازله بيقدر عليها الناس القادره طبعا انا وقت دايق فانا مش هطول في الموضوع لكن فيه بدايل طبعا موجوده في العالم كله بس سعرها مرتفع جدا اغلى من الرز لكنها بدايل صحيه اكتر اشتركوا في القناة